سعيد الناس كلها كانت مش كلها ناس كتير ومنهم كابتن كبار صحيح كانوا بيتكلموا على كارلوس كيروش من وقت كاس العرب وراجل ده بيهرج وراجل ده بيجرب وراجل ده جاي ياخد الشرط الجزائي الحاجات اللي بتحصل احنا عندنا في الدولة المصري والدولة الدرجة التانية صحيح كيروش يتحمل مسؤولية ماتشو نايجيريا بكل تأكيد مياه فمية وكلنا قلنا بصوت عالي كيروش انت غلطة صحيح بس يعني كلنا بشروا محملين بأخطأنا يعني كيروش مبارح سكت الناس ولا لا لسه زي ما فيه ناس كده من الجمهور مبارح لو تبعتوا اكيد شفت السوشال ميديا الناس بتقول يا عم دي مشيت معاه هل كيروش سكت الناس فعلا ولا هي مشيت معاه طيب في البداية انا عايزة اقول المفارقة مهمة جدا في السياق ده كيروش تعرض لأكبر حاملة نقط بعد مبارات نيجيريا كيروش أمس نال أكبر قدر من الإشادة أمام كوتيفوار الجميل في الأمر ان كيروش لجأ لنفس طريقة اللعب ونفس العناصر أمس اللي بدأ بيها همام نيجيريا هو عامل حاجة واحدة بس ان صلاح اللعب في مكانه مصطفى محمد رجع في مكانه بشكل اكبر كمان صحيح يعني هو هو في النهاية انا عايزة اقول برضو ان فكرة النقد قاتت بسمرها قاتت بسمرها معني يعني بشوف انها زودت التركيز شوية خليته ذاكر بشكل افضل خليته حازر كمان هم قال في المؤتمر ان احنا تحت الضغط بنبدأ المهم في الجانب ده بالنسبالي ان هو شعر ان هو تحت ضغط وان هو ركز لكن انا بشوفه هو مش تحت الضغط بيبدأ بالعكس يعني انا بشوف واحدة من الاسباب اللي خلت المنتخب المصري بيلعب باريحية امام كوتيفوار انه الضغوط اتنقلت لكوتيفوار يعني احنا بعد ما كوتيفوار كذبة الجزائر الناس صورت هذا الوحش على ان محدش قادر يكسبه وان احنا كده كده خسرانين فده شل من عليك الضغوط خليك بتلعب باريحية مش بس كده خلق حوافز خلق حوافز ان انت هذا الوحش اللي اطاع بالجزائر لو عملت قدامه حاجة فده هيصورك قدام جمهورك وهيصلح الصورة بشكل كامل فانا بشوف ان الضغوط تلاشت بشوف ان المستوى بيتزايد بيتزايد بنرتفع بكل مباراة عن التانية ده مش يوم بشكل كواس جدا تركيز اللعيبة بيزيد الاهم ان احنا بنسترد شخصيتنا انا بشوف ان شخصيتنا واحدها كفيلة بانها هتجعلها البطر تشيرته منتخب مصر تيلي خوف اسم مصر اسم مصر قدام كل منتخبات افريقيا مرعب اللعيبة لما بتستشعر ده وتقوم من ده وبتحس بده وتفرد اسلوبها زي ما حصل مبارح انا شفت منتخب كوتيفوار مرتبط جدا مش ده منتخب كوتيفوار ابدا اللي كان بيلعب قدام الجزائر ولعب افضل اديه عنده صحيح بقوة الدربة مش قادر يعمل يعني 3-4 تمريرات بشكل سليم مش قادر ينقل الكرة بشكل سليم زي ما كان بيحصل في مرات اللي فاتت شفت انه فيه خوف فيه رهبة يعني احنا بعد ما قدرنا ننزل يعني عبر عن شكلنا وروحنا مرة واثنين يعني تراجع غير عادي في شكل المنتخب اليفواري انا بشوف ان احنا لم نكن نتحق الزهاب لضربات الجزائر منتخب مصر قد احق بانه يعبر من بدريم في الشرط الاول وفي الشرط التاني وحت في الاوقات الاقضافية كنا اقرب طوال الوقت لو فيش وقت تركيز الماتش كانت طلع على الاقل اتنين صفر بيشوف الفضل الاول الاول ان انت ذاكرت خصمك كويس وان انت استفدت من تجربة الجزائر واتجنبت الاخطاء اللي وقع فيها جمال بالماضي جمال بالماضي لعب بشكل فيه مغامرة احنا لعبنا بشكل وقع جدا الحاجة التانية ان احنا تذكرنا ان احنا منتخب مصر شخصية منتخب مصر اللي ظهرت نتمنى تستمر ان شاء الله فترجعيني